خلال اجتماعه الأسبوعي الدوري والذي ترأسه سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب حاكم الشارقة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ناقش المجلس نتائج المحفزات الحكومية التي قدمتها حكومة الشارقة خلال جائحة كورونا وأثارها المنعكسة على مختلف القطاعات والأفراد بالإضافة إلى تقديم عدد من المحفزات الإضافية وتأتي هذه المحفزات في إطار حرص المجلس على دعم مختلف القطاعات وتنشيط الوضع الاقتصادي ودفع عجلة الاقتصاد في ظل أزمة جائحة كورونا كما اعتمد المجلس أيضا خلال جلسته المذكرة المقدمة من دائرة الأشغال العامة والمتعلقة بتنظيم الإجراءات التعاقدية في المشاريع الحكومية وفق أفضل الاشتراطات والمراجع الهندسية والقانونية المعمول بها في مجال الإنشاءات وبما يتواكب مع التغيرات والتطورات المستمرة المجلس اعتمد أيضا مذكرة التفاهم المزمع إبرامها بين هيئة الإنماء التجاري وسياحي وجمعية الإمارات لبيوت الشباب وهيئة شارقة للآثار وذلك لتعزيز التعاون المشترك بين الجهات الثلاث فيما يتعلق بتقديم الخدمات السياحية والترويج لها وتوفير تجربة مميزة في بيوت الشباب في الإمارة ختاما اطلع المجلس على جدول أعمال الجلسة الثالثة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي العاشر للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي ستعقد يوم الأربعاء الثامن والعشرين من أكتوبر لعام 2020